أهلا بكم قبل 2014 كانت ميليشيا الحوثي تتمركز في صعدة وتمتلك ترسانة أسلحة لم تكن تؤهلها لاشتياح المدني وسيطرة على الدولة وفي مطلع العام 2014 تحركت الميليشيا من صعدة بتسهيل مباشر من حاليثها صالح وفي ذل تواطئ إقليمي أيضا نحو العاصمة صنعاء واشتاحت في طريقها المعسكرات في هذا التاريخ من نفس العام استولت ميليشيا الحوثي على مقدرات الدولة اليمنية بما فيها التحكم في جزء كبير من قوات الجيش والأسلحة والمنظومة الصاروقية الباليستية قبل هذا التاريخ كانت التقارير تتحدث عن أكثر من عشرة آلاف مقاتل في صفوف الميليشيا لكن الأخيرة طلبت من الرئيس هادي بعد اشتياح صنعاء دمج 75 ألف مقاتل في صفوف الجيش والشرطة في مثل هذا اليوم من العام 2015 أعلنت تحالف بقيارة السعودية بدأ حملة جوية أطلق عليها عاصفة الحزب من أبرز أهدافها درء خطر الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية التي استولى عليها الحوثيون وخلال خمس سنوات من هذه الحملة تزايدت القدرات العسكرية لميليشيا الحوثي بشكل لافت ومتسارع حيث امتلكت منظومات صاروخية جديدة وسلاح جو مسير رغم إعلان التحالف عن تدمير نحو 80% من قدراتهم الصاروخية استمرت الصواريخ الباليستية الحوثية في التساقط على أهداف سعودية عدة بينها منشآت النفطية وفق بيانات رسمية صادرة عن التحالف فقد أطلق الحوثيون خلال الحرب 226 صاروخا باليستيا وأكثر من 700 ألف مقدوف حتى يونيو الماضي وطيلة العام الماضي وحتى اليوم تعلن ميليشيا الحوثي بين فترة وأخرى عن تدشين منظومات صاروخية جديدة تزعم الميليشيا أنها تقوم بتطوير هذه الأسلحة وصناعة أخرى نوعية لكن الحكومة اليمنية والتحالف وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية يقولون إنها تتلقى الدعم من إيران التي تزودها بالأسلحة والتقنيات الصاروخية بحسب تقارير غربية فإن ميليشيا الحوثي حصلت على مكونات صواريخ ومحركات وأجزاء من طائرات من دون طيار وعبوات ناسفة بحرية من إيران أكد ذلك تقرير سري أعده مراقبو الأمم المتحدة في اليمن والذي رجح أن تكون الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية من تصميم وتصنيع إيران أما قوات التحالف وكذلك الولايات المتحدة فتعلن من حين لآخر عن ضبط أسلحة مهربة للحوثيين لكن ذلك لم يحل دون وصول أسلحة جديدة ومكونات صواريخ متطورة للميليشيا خبراء في النزاعات المسلحة أشاروا إلى وجود مصادر أخرى تحصل من خلالها ميليشيا الحوثي على الأسلحة حيث كشفوا منذ وقت مبكر عن عمليات تهريب واسعة تطلع بها شبكات دولية وإقليمية يصعب تتبعها اشتركوا في القناة